ما هو السلام؟ يمكن بتخطر على بالنا أفكار كتيرة لما نسمع عن السلام خلينا أقول أول شيء من جهة أنه السلام يعني ليس الهروب من الصعوبات هو السلام وليس مجرد تفادي الألم أو الاضطهاد أو اللجوء والاختباء في بلد تاني أو في مكان آخر ليس غياب الحرب هو السلام وليس السلم أو الهدنة هو السلام مع أنه المسيح قال هنيئا لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون فإذن السلام ليس مجرد الانقطاع عن الحرب أو الازدهار أو إلى آخره لكن كلمة السلام في الكتاب المقدس أكبر بل أعمق كلمة السلام هي الكلمة العبرية شلوم وكلمة شلوم بتعني الكمال أو المتكامل أجت منها الكلمة اليونانية إريني فنفس المعنى ولكن في اللغة العبرية هي أكثر من كلمة أكثر من تعبير هي حقيقة بل هي صفة بل هي اسم من أسماء الله يهوى شلوم في العهد الجديد لأنه هو سلامنا فإذن السلام تعني الكمال الكامل من خلال الكمال لربما عدم الحرب والهدوء والهدنة والطمأنينة أيضا الراحة الصحة الجيدة الأمان والضمان والإزدهار الاقتصادي والاجتماعي الراحة الحقيقة السلام الحقيقي أحبائي هو مع الله تعرفوا في إشعية تسعة ستة مكتوب لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام فالمسيح هو سلامنا وهو أيضا رئيس السلام فإذن أحبائي هذا السلام تعبير عن حضور المسيح وتعبير عن سكن الروح القدس في حياة الإنسان فالروح القدس هو الروح المعزة ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل